السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الكاظمي اليوم الثلاثة الجلسة الاعتيادية الثالثة والاربعين لمجلس الوزراء جرى خلالها بحث مستجدات الاحداث في البلاد ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال واصدر القرارات والتوصيات بشأنها واستعرض رئيس الوزراء في بداية الجلسة تطورات الاوضاع العامة في العراق واخر المستجدات السياسية والامنية وشهدت جلسة مجلس الوزراء استضافت السيد وكيل وزارة الصحة حيث استعرض التقرير الوبائي والاجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا ومستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية للحد من انتشار فيروس كورونا واكد السيد الوكيل زيادة في جرعات التلقيح واقبال المواطنين على المنافذ التلقيحية الامر الذي انعكس ايجابا على الموقف اليومي للاصابات وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال اصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية اولا اقرار المحظر 21 والتوصيات المتعلقة باللجنة الامر الديواني 45 لسنة 2018 مرافق رابط كتاب وزارة التخطيط ذي العدد واوسين 1-2-649 المؤرخ في 19 أيلول 2021 بشأن انجاز مشروع المستشفيات العامة ثانيا تخويل وزارة التخطيط صلاحية العجز في موازنة وزارة الكهرباء والاختناقات في الوزارات والجهات الأخرى من خلال المناقلة بحسب المبالغ المرفقة ربطا ثالثا الموافقة على تعديل الفقرة أربعة من قرار مجلس الوزراء 88 لسنة 2021 رابعا تخصيص وزارة المالية ما يعادل 200 ألف دولار أو 300 مليون دينار إلى وزارة الخارجية من احتياطي الطوارئ للسنة المالية 2021 لصرفها على العراقيين العالقين في بيلاروسيا وليتوانيا وبولندا وعادتهم طوعا إلى العراق خامسا التوجيه بعقد اجتماع تشاوري بين السادة وزير الزراعة والموارد المائية ومستشار رئيس الوزراء بشأن الخطة الزراعية الشتوية ومعالجة شحة المياه ورفع نتائج الاجتماع إلى سيد رئيس مجلس الوزراء للبد فيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر